بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الشريحة أمثلة على حل جملة معادلات غير خطية بطريقة نيوتون لنأخذ المثال التالي أوجد حل المعادلتين التاليتين بطريقة نيوتون طبعا سأحلها مرة على الطريقة الجرامر ومرة ثانية على الطريقة المتعود عليها الطلاب نأخذ مثال على هذه الطريقة ومسال عليها حل جملة معادلتين التاليتين غير خطيتين بطريقة نيوتون الآن من أجل التقريب بداي X0 يساوي 1.2 والY0 يساوي 1.7 ننطلق الحل نعود للقيم X0 والY0 في الجملة حتى نحصى على FX0Y0 GX0Y0 إذا نعود في الجملة جملة المعادلتين اللي حصلنا على هذا الشعاع هذا من جهة الأولى اللي هو عمود للقيم الحرة الآن اليعقوب في هذه الحالة هو عبارة عن لو أخذنا الدالة واشتقناها بالنسبة لX ومشتقها بالنسبة لY طبعا لو عدنا إلى المثال ما هو مشتقها بالنسبة لX إذن هذه لو سوينا اليعقوب لهذه المصوفة الآن مشتقها بالنسبة لX هي 6X تربيع مشتقها بالنسبة لY هي سالب 2Y مشتقها بالنسبة لX هي Y تكعيب مشتقها بالنسبة لY هي 3XY تربيع نائس واحد إذن هذا هو اليعقوبي ثم نعوذ اليعقوبي في النقاط إذن هذا هو اليعقوبي اللي شفناه عوضنا الآن بنقطة 1.2 و1.7 هنا X ب1.2 وهذه ب1.7 وهنا أيضا حصلنا على هذه ووجدنا أن المصفوف هذه بعد فكة محدد تبعا ليست صفر الآن ومنه فإن شرط التقارب محقق نحسب المقدار سالب F بهذه وسالب J بهذه طبعا هذا العمود محسوب حسبناه في الفقرة السابقة اللي هو عبارة عن هذا المقدار هذا هو العمود حسبناه إذن نضع هذا العمود هنا والمشتق والمشتق أيضا محسوبين ها هو المشتق والمشتق فقط علينا أن نعوذ نأخذ هذا هو العمود ونحصل على هذه القيمة أيضا نحسب هذا المقدار هذا محسوب هو عبارة عن هذا المقدار أما هذا فحسبناه في بداية فحطيناه وحسبنا القيمة الآن مناخذ هذه القيمة من أصمة على المحدد ومناخذ هذه القيمة من أصمة على المحدد فنحصل على قيمة ال-S وقيمة ال-K الآن ال-X1 ما هي إلا ال-X0 زائد-S أي 1.2 زائد ال-S اللي طلعت معي وال-Y0 هي زائد-K ال-Y0 هي 1.7 وال-K اللي طلعت معي هي هذه فحصلنا على التقريب الأول وهو X1 و Y1 بنفس الطريقة تماما الآن نأخذ هذه ال-X1 و Y1 ونعوذ ونكرر العملية السابقة حتى نحصل على ال-X2 و Y2 وبالتالي نحصل على المطلوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته